المهم بيتعلق بنادي الأهلي فريق الشباب بالتحديد في النادي موليد 99 واللي منذ لحظات بس فاز على نادي الزمالك بنتيجة 3-0-2 في ملعب حلم زمورة ملعب نادي الزمالك نتيجة كبيرة جدا في بطولة الدوري 3-0 في ملعب نادي الزمالك دي حاجة كبيرة جدا في ألف ألف بيوم مبروك لفريق 99 فريق الشباب بالنادي الأهلي تحت قيادة الكابتن الكبير كابتن عمر أنور أحد المدربين المميزين جدا بالمسبة مبروكة نتة قوية وقدر النادي الأهلي يستحوز على المباراة بشكل كامل وأيضا قدر أنه يفوز بسليسية نظيفة هتعرفوا تفاصيل أكتر بخصوص هذه المباراة من خلال حلقة الأجبال النهاردة الساعة 8 مع الكابتن أسامة حسني حابقا فيه تفاصيل أكتر طبعا عن هذه المباراة لكن خبر حلو نبتدي بحلقة النهاردة إذا في يومين أو في ثلاثة يام كلال ثلاثة يام كده الأهلي الفريق الأول يفوز على الزمالك 3-2 وفريق الشباب يفوز على الزمالك 3-0 فأخبار أكيد مفرحة بالنسبة لكل الأهل وإنه طيب استعدادات الأهلي لمباراة سموحة خلاص النادي الأهلي طوى تماما صفحة الفوز على النادي الزمالك في السوبر 3-2 وفوز بطولة مباراة كبيرة وفرحنا بها جدا لكن دايما الأهم بالنسبة لنادي الأهلي الجمهوري أن أنت بتفكر في اللي جاي اللي جاي عندك مين سموحة؟ أول مباراة في بطولة الدوري لازم بقى تبتدي بداية قوية بإذن الله عايزين ما نربطش السوبر بمورات الدوري لأ دي بداية مختلفة السوبر بداية الموسم جديد طبعا بداية مميزة جدا لكن الأهم الانطلاقة في بطولة الدوري تبقى عاملة زي مش عايزين نفتكر الانطلاقة بتاعت السنة اللي فات الأهلي ما كانش كويس قوي في بطولة الدوري بداية مع الإسماعيل يتعادل بعدين كذا تعصر وعلى بعض في بداية الدوري كان ساعتها مستر كارتيرون هو المدير الفني لكن المرة دي عايزين البداية تكون أقوى نحن طبعا نفوز بهذا اللقب لمرة كان 42 في تاريخ بطولات الدوري بالنسبة لإبنائة الأهلي فإن شاء الله بإذن الله الفريق يكون جاهز الفوز غدا على نادي سموحة الفريق جاهز؟ الفريق جاهز التدريبات خلال المبارح والنهاردة مران الأكثير خلال هذه اللحظات بالنسبة لنادي الأهلي هناك في برج العرب وإحنا عرفين أن الفريق كان هناك بعد الفوز على الزمالك فبالتالي التدريبات كانت مهمة جدا وكان فيه دراسة كمان قوية جدا جدا من مستر فيلر لفريق سموحة تقول لي طب بيدرسه إزاي سموحة ملعبش خلص لسه وكلام من ده لا كابتن حسام حسن هو مدير فني نادي سموحة وهو كان مدير الفني مع نهاية الدوري أيضا بالنسبة لنادي فبعد المباريات الخاصة والأخيرة بالنسبة لسموحة مع نهاية الموسم الماضي اتفرج عليها مستر فيلر وألم بإمكانيات عدد كبير جدا من اللعابين المستمرين مع سموحة هذا الموسم مباراة صعبة؟ طبعا صعبة صعبة لي لأن انت بعد نشوة فوز بطولة السوبر عنادي الزمالك فلازم تفصل من هنا جاية صعوبة هذه المباراة كمان صعبة لأن انت بتلاعي فريق محترم زي فريق سموحة والصعوبة كمان بتتمثل في أني دي انطلاقة بطولة الدور بإذن الله الفريق يكون موفق في انطلاقة قوية وفوز مميز على نادي سموحة في سيد الجيش ببرج العرب ده بالنسبة لإستعادات النادي الأهلي هنكتلم عن الإصابات ومين الأقرب أنه هو يلعب وكلام من ده على منظر الحلقة بإذن الله ونا عارف أن ده شيء بيهم كل جمهوري نادي الأهلي طبعا كالعادة طيب عايز أقول له حضراتكم نتائج بعض المباراة في بطولة الدور بالمناسبة الدوري ابتدى في مطارات تلعبت وناس كثبت وناس كثرت والأهلي لسه ما استلامش درع الدوري تعسله الفتح كل شوية يقول لنا إيه يقول له حيبق فيها جماعة احتفالية كبرى ونتواصل مع نادي الأهلي وكلام منه ولا حاجة حصلت وأضح كده ولا أي حاجة عتاف مش فارق قوي مع نادي الأهلي إنه هو يحتفل نادي الأهلي يحتفل لكن فارق إن احنا ناخد الدرع بالمناسبة احنا كل أسبوع نتكلم في الموضوع ده على أمل الأسبوع اللي بعده أو الأيام القليلة المجبلة لأن احنا لقيت دوري في الجزيرة يعني وقديمة هو تاريخيا كتب فلاص الأهلي فتح بالدورة رقمه 41 لكن الدرع مهم إنه هو يكون موجود مع نادي أهلي يتم تسليمه بأي صورة بنصور ما أخلص يعني احنا الدوري خلص وفرحنا كمان بطولة تانية بطولة السوبر زيما استلامنا السوبر كيف الملعب نتمنى كمان في اللايحة الجديدة ما عرفش ده موجود والآن اللايحة الخاصة بمصابقة بطولة الدوري هذا الموسم كيفية تسليم البطل أيا كم من هو إن شاء الله يكون الأهلي بطولة الدرع حيكون إزاي لو الأهلي حسب بطولة الدوري إن شاء الله سواء مبكرا أو مع نهاية تآخر جولة هل حيبى فيه تسليم بأي الدرع في الملعب ولا برضو حيبى نفس الجزئية هل الموضوع مكتوب في اللوائح بتاعة الموسم ده ولا لأ نتمنى أن يكون موجود لأن في الحقيقة في بعض الوعود أيضا اللي وعد بيها الاتحادة المصري كورت القدم مع بداية هذا الموسم أو قبل انطلاقة الموسم وما تنفذتش منهم مثلا إيه الكرة الرسمية للدوري المصري أكيد حضرتكم بارح تفرقته على الدوري المبارية اللي في لعبة شوفتوا الكرة بنلعب بها الكرة بتاعة التشاملين دليك بتاعة موسمين نفاتوا كانت تشاملين دليك بيلعب بها الفرق في الدوري المصري يعني لسه نفس السيناريو متكرش دي جزئية من ضمن الجزئيات يعني اللي قاله هنسلم الكورة عدد كبير جدا من الكورات الرسمية اللي بطولة الدوري للأندية المصرية عشان تتعاود عليها والفرق واللعابين يتعاودوا عليها وما حصلش الكلام ده نلعب كور كل واحد كورة مختلفة كده للأسف الشديد يعني فعممان هنشوف الأمور هتخلص على إيه ونتمنى أن الأهل يستلم درع الدوري نتمنى نشوف كل الوعود بتنفذ بالنسبة للمسؤولين في اتحاد الكورات أعيز أقول النتائج بتاعت مباراة الدوري إنبارح كان فيه أول مباراة طلق على الجيش المقاولين في اسب الفوز المقاولين واحد سفر بهدف لسيفل دين الجذيري أيضا كان فيه مباراة الجونة والإسماعيلي انتهت بفوز الإسماعيلي واحد سفر بهدف معاكس من محمد ناجي جده لعب الجونة نتيجة كبيرة جدا من Pyramids على MP MP للأسف واضح أنه مستمر في الكابوة اللي عنده من الموسم اللي فات مع الكابتن علي ماهر نتيجة 4-0 عمر جابر هدف عبدالله السعيد هدفين ومحمد فاروق هدف انتلاق قويات Pyramids في طولة الدوري اشتركوا في القناة